بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرة الرابعة تعريف الصفات وعددها ونبدأ أولا بتعريف الصفة فالصفة لغة هي ما قام بالشيء من المعاني أي شيء كان من جذار أو أرض أو سقف أو طاولة أو جماد أو حيوان أو أي شيء آخر فالمعاني التي قامت بهذا الشيء من ناحية الحجم واللون والشكل تسمى صفات وأما اصطلاحا فهي كيفية عارضة للحرف وعندما نقول كيفية أي حالة تعترض الحرف من تفخيم وترقيق أو من شدة أو من استعلاء أو من إذلاق أو من إصمات إذن كيفية عارضة للحرف عدد هذه الصفات اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال فمنهم من قال إنها أربع عشرة صفة ومنهم من قال إنها سبع عشرة صفة ومنهم من قال إنها أربعة وأربعون صفة ونحن سنأخذ الحد الوسط من هذه الأقوال الثلاثة ونعتمد أنها سبع عشرة صفة ثم نتكلم ثالثا عن أقسام هذه الصفات فإنها تنقسم إلى صفات لها ضد وصفات لا ضد لها أما الصفات التي لها ضد فعددها خمس وضدها خمس فتصير عشرا وأما الصفات التي لا ضد لها فعددها سبع ويكون المجموع سبع عشرة صفة ثم نتكلم عن أنواع الصفات وقد قسم علماؤنا رحمهم الله هذه الصفات إلى صفات قوية وذلك كالجهر والشدة والاستعلاء والإطباق والاستطالة والغنة والصفير والقلقلة والانحراف والتفشي ثانيا صفات ضعيفة وهي الهمس والرخاوة والاستفالة والانفتاح واللين ثم صفات متوسطة بين الضعف وبين القوة وهي الإصمات والإذلاق والتوسط بين الشدة والرخاوة وسيتوضح لنا معاني هذه الصفات والحروف التابعة لها بمحاضرة قادمة إن شاء الله والحمد لله رب العالمين